تحياتنا من جديد لكل متابعي صوت لبنان بالصوت عبر موجاتنا 100.500.3 بالصورة عبر VDL.me عبر VDL24 وعبر الابليكيشن وعبر صفحاتنا على السوشال ميديا Voice of Lebanon 100.5 على الموج سوى اليوم وبالحكي فني شام بمرمى النيران القضائية نايا سمين عز وهو ولا على باله شزا حسون تتوعد واليسا ترد على الهجوم وضيفنا داخل استوديو الممثل اللي اشتهر برمضان الماضي بدور او بشخصية عقيل عقيل اللي شغل الدنيا بمسلسل عامل حسن حمدان ضمن الحكي فن نبدأ الحكي فن بالموجاز الاسبوعي اعلنت اليسا طرح البومه انا سكتين بشكل مفاجئ وبدون سابق اعلان اعلنته او نشرته على كل المنصات المفسئية مع عدل يوتيوب الرغم من الخلاف المستمر بينها وبين شركة واتري للانتاج ورغم النزاع الا انه نزاع عنوني تسبب بتعطيل صدور هالالبوم لوقت كتير طويل الا انه اليسا وبي حسب معلومات من بعض المصادر الخاصة طرحت ألبومه بعد وروده معلومات عن نية تسريبه بطريقة غير شرعية بهدف ضربه ولكن رياح عداء النجاح جرت بغير ما بيشتهو فقامت اليسا وبخطوة استباقية باصدار هالالبوم وكان هجومها المضاد الاقوى لانه بساعات قليلة جدا وحتى باقل من ساعة صار الالبوم انا سكتين حديث العالم العربي ومحبي اليسا يعني اللي بدي اقوله ما بعرف لاي في ناس هالقد بتحب القذية بتحب تضرب شغل وتعب ناس تانين ما بعرف يعني تهمتهم الوحيدة لهالناس انه الناس حين الصراحة حباته بحب كيف اليسا بتتصرف وكيف بتاخد قرارات وكيف بترد الكف كفين لكن حدا بحاول النال من نجاحاتها انه بتكون تضربون الناس بتضربون برزقون يا عمي ما بتعرفوا المثل اللبناني شو بيقول قطع الأرزاء من قطع الأعناق لأنه ومثل عادتها بتحب تكون تريند بأي وسيلة كانت وبمجرد ما سمت بأنه نشان رايح على دبي حتى نشرت الإعلامية المصرية ياسمين عز خبر انتصار عليها بالقصة الشهيرة اللي صارت بينياته الوقت تأخرت أكتر من ساعة على المناظرية اللي كان لازم تجمعها بنشان من سنة تقريبا من بمنتدى الإعلام العربي بدبي فنشرت خبر بأنه ربح الدعوة الأدح والزام ضد نشان ومعاقبته لما تسبب لإلي يعني من سب علني لشخص الكريم وبأنه صدر أمر مني بالدبي بالأبد وحبس المتهم نشان تنفيذا للحكم نشان رد بنشر ستوريز عاددين من دبي يلي تواجهها بهدف تصوير حلقة تليفزيونية وكان ولا على باله مثل ما بتقول الغنية مبسوط وفرحانه عم يضحك ويشتغل وكان هالرد أقوى من أي كلام على كلام بنت العز ياسمين على خلفية الانتقادات يلي صارت بالدورة الأولى من مهرجين العراق الدولي يلي ترقاسته الفناني شازح حصون ظاهر أنه في ناس استبعدوا عن الدورة التانية حتى ممكن أنه يهربوا إذا بتكون من نفس القصة اللي وقعت بالسنة الماضية ومتناسين أنه كان مهرجين بينطلق بدورة الأولى وكل مهرجين بدورة الأولى بيكون فيه أخطاء أو إشكالات مثل كل شي بنعمل للمرة الأولى فحملوا بوقتها شزا تدعيات ونتائج كل أخطاء الحاصلة من بينهم لباس النجمات المشاركات بالحدث يعني وكأنه شزا مسؤولة عن اللبس الفاضح اللي وصلوا فيه نجمات المشاركات بهذا الحدث ما بعرف وين الخلط اللي عملته شزا بهالمهرجين اللي كان يقام للمرة الأولى وهذا شي طبيعي كل المهرجين ممكن يستيط في أخطاء ولكن شزا ما سكتت وجهت رسالة شديدة اللهجي لمنظمين نسختين من المهرجين وقالت عن الصغير أي عن المهرجين قالت عن الصغير في أحضان أم حنون تتحدى الكون من أجله ليحيا واليعيش فلكل المبتزين أقولوا لهم احترموا الأم الشارسي لأنه ولا ما رح تسكت يعني وكأنه شزا غيرت مصار الأرض أو عكس الدوران الكرة الأرضية وبعد شوية رح يتهموها بأنه سبب بالتلوث البيئي والتغير المناخي أنه كل القصة قصة مهرجين بيصير للمرة الأولى وكان كل الشغل محطوط عليها إذا بدكون هي كانت واحدة ومن الطبيعة تصير شوية أخطاء عادي ما بدك لها الأد يا ناس وحان الوقت لأستقبال ضيفنا من داخل استوديوهات صوت لبنان ضيفنا شغل الناس بإيديه ومؤخرا دور عائل بمسلسل على الأمل ولكن بجعبته أعمال كتير عديدة وناشحة إذا بلاشنا نرسكرة ما بتخلص يعني إذا بدكن في بمسيرته بعشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية شريعة الغاب وثلسل حكاية مرايا الزمن لحن البعر عشرة عمر رجل من الماضي دار بالياسمين سنعوده بعد قليل حلم أدار رجل من الماضي وكتير غيره من الأعمال اللي انتبعت بأزهان المشاهد اللبناني بالإضافة إلى ألاف الأعمال المدبلجة كان رسومة حركة وأعمال تمدبلجتها صوته معروف صورته معروفة موهبته ما بدش هت أنا لأحكي عنها هي بتحكي عن حالها حسن حمدان أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان أهلا وسهلا فيك وبكل المشاهدين والمستمعين ويعني ما شاء الله عليك بتجنن حبيب قلبي شو عامل شو عامل بالناس يا عمي شو هالشخصية اللي قدمتها شو هالدار اللي عملته عقيل بمسلسل على أمل إدي نجاح إدي الناس كرهتك كيف كرهت عقيل إدي أسدت على موهبة حسن حمدان بأنه وصل الرسالة وصل الدار كما يجب لدرجة نسينا أنه هيدا أنت نحن ندام عقيل فعليا حمد الله أول شيء هيدا توفيق من ربنا وتانيا أي ممثل عنده طاقة عنده موهبة حقيقة عنده إمكانات عندما تعطيه شخصي نص قوي بعتاد أنه يستطيع أنه يوصل الدور بشكل مظبوط ومسلسل على أمل نص مكتوب بإذا بدك نص ندين جاب بالزبط مكتوب بشكل جميل جدا حقيقي صادق حتى الحوارات في مكان ما بأغلبية المسلسل بتحس أنه إذا صار معك هذه الحادثة أو هيدا الموقف ما بتلاقي إلا هيدا الجملة هيدا الكلمة أولى فهلقد هو كان النص حقيقي لحتى قدرنا نحنا نكمس لين أنه نوصله بشكل كمان حقيقي استعملت التعبير اللي بتصير بهيك ظروف بهيك مجموعات بهيك بيئات بالزبط بيئة هاي دي هاي دي هاي بتحكي بالزبط هاي بتتصرف وبنظافة تبه يعني ما في أي نوع من الخوارات ما فيه كلام خادش أبدا 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 بالعكس أبدا يعني شابوبا لاندين كمان بدنا نضيف لها العمل هيدا قدر ياخد هذا لكم لأنه كمان شركة الانتاج سخرت كل شيء إن كان استاذ جمال أو حتى جوال بطار وإضافة إلى الكاستنج اللي كان في مكانه أبدا كل الممثلين قاطبة يعني بتحس إنه هاي دي هي ها هو بهالطريقة هاي وكانت إذا بدك نحكي رسمة اللوحة إن كان من كاميرامان أو دي أو بي بشير الحاج طبعا والأساس الأساس هو رامحنا المخرج وكانت هاي دي قلتلي قبل إحنا وقعدين بره من الشبقه وقلتلي هالعمل غير المعادلة صح من أي ناحية غير المعادلة؟ غير أول غير شيء نظرة للأعمال اللبنانية العمل يعني عمل تعتبروا لبناني؟ أجمع الكل قاطبة إنه هو لبناني بامتياز ولو كان فيه معنى زميل أو زميلين من سوريا زميل عين ومخرج والمخرج طبعا ما في شك ديمة بياعة ديمة الجندي ديمة الجندي عفوا ومهيار خدور صح بس هو إذا بدك تحكي العمل هو بيور لبناني يعني النص الحوار الأحداث الحبكي اللعبة كلها هي بتحس إنه لبناني محط بيئة لبنانية مزبوطة لذلك لمس العالم والناس لذلك الناس تعلقت فيه لأنه أول مرة بتحضر عمل لبناني بعناصر لبنانية إذا بدنا نحكيه طبعا احترامنا للزملاء السوريين وما ننسى كمان إنه الأستاذ رامي حقيقة وصل هيد البيئة بشكل مزبوط طيب إذا عطل لي عمل لبناني مية بالمية شو كان له نزوم وجود عناصر مش لبنانية بالعمل لاحظ ما كانت حماسي ليش الهدف ليه الهدف ولزوم موجودة إلا علاقة يمكن بالتسويق أو بالباع برا يمكن لأنه بالنهي الأعمال مثل هيد الأعمال طبعا الحييون طبعا نحن نستطيع المشروع إلا علاقة أنا متيقن نحن سلنا كلنا منعرف أنه هيدا علاقة بالأم بي سي يعني لبرا مشان أنه ينعرض على الأم بي سي أو على المنصات أو شي دايما هيدا الموضوع مطلوب أنه يكون مشترك يكون فيه عناصر عادة بالأعمال التانية بتلاقي عناصر أكتر مما كان موجود بمسلسل أعمال بمسلسل أعمال يمكن لزمية المسلسل أنه ما بدوا أكتر من شخص ورجعوا أدخلوا شخصية تاني إضافة لللعبة تيمكن لدراما الدرامية هي قصة ديمة الجندي لما إجت كزوجي هي زوجته بشكل مخفي يمكن هيدا علاقة بالترويج أكتر ما هو إلو علاقة بس نحن استطعنا بفضل كل العناصر التي قطيحت لأنه لأ فيكم تعتمدوا على مسلسل لبناني بيور بدون أي إضافات في مواهب تمثيلية في كتاب في لبنان حلو طبعا فيه في عناصر لبناني يعني أنت فيك عمل بصراحة عم نحكي فيك عمل تعمله مسلسل لبناني 100% وكأنه معادلة اللبناني المصري السوري خلصت صارنا بمعادلة بس لبناني سوري ولاش تغيرت المعادلة ما بعتقد خلصت بس يمكن مقتضيات فيه في ظروف بتفوت أحيانا فيه مثل موجات لعنى كنا دايما بك العمل استاذ حسن يكون فيه مصري سوري يمكن هلأ صار أو مصري لبناني أو مصري سوري أو مصري ما بعرف شو ما يكون مؤنعين هلأ عم نروح على مسلسلات خليجية سورية خليجية مصرية هادي العلاقة بالتسويق بالتسويق إيجا الفيلمس كمان أنا بشهد لو دايما بقولها وبكررها وبحب عيدها إنه بالأدوار الصغيرة حتى بالأدوار المنو مساحاتها كبيرة تهتم بتهتم وبيكون فيه ممثلين محترفين صح ما بتستعين حتى لو بأي كاركتر يعني ما بتاخد أي كاركتر إنه هذا فينا نجيب مين مكان عليه لا لكن بهذا الشغل الصحيح هذا الشغل الصح هذا الشغل اللي جعل إنه شركة إيجل شركة من أهم الشركات المنتجة مش بس في لبنان بالعالم العربي لأنه ما شاء الله عندهم إنتجات مصرية سورية وخليجية حتى بالزبط ما عنده يعني ما بتوقف إنتجاته على أعمال لبنانية أو بس في لبنان هايدي السيني إيجل صورت بالإمارات صورت بمصر صورت باعتقدة ممكن صوروا شي بأفريقيا يعني غير مصر ولبنان وكذا يمكن بتونس أو بالمغرب الله أعلم بس إنه هيدا شي تنبسط كلبناني إنت إنك تشوف شركة إن شاء الله مش شوفهم عم بصوروا بهوليوود بيستحقوا الجماعة إن شاء الله يرجع لبنان هيرجع هو عم بيرجع يعني شوف إنسا شو ما عم بسير ما فيه لن تستطيع لن تستطيع لن تستطيع لن تستطيع فيه كمان محمد الأحمد كان موجود محمد الأحمد ب2024 عم بحكي عمل لبناني كله كله هلأ هي بالنهاية هو الإنتاج لبناني بهالموضوع بس عم نحكي نحن هلأ إنه لبنان بلد جميل راقي حضاري اللي بدك إيه ما في شك أنا بقوله نتفضلوا ما في شيء باللبنان وما حدا نخاف وشو ما صار بهالبلد بيضلوا هيدا البلد لبنان نعم استاذ حسن معك خبر إنه بتركية منشوف هالجسر بأغلب الأعمال الدولة بتدفع بتساهم بالإنتاج لأنه عم بتسوق للسيحة وعم بتفرجي يعني كلمة تفرجي معالم معالم لتركية ممكن تجذب الناس الدولة بتساهم بالإنتاجات عنا بلبنان ما بعرف أنه عنا أجمل الأماكن بس عم بتشوف ما فيني خبرك قديش طيبين وقديش نفسياتهم حلوة لك الموضوع بشكل عام إنه لك لبنان الجميل نحن بعدنا منعيشه من تلفزيون لبنان هي الدولة مهملة بحق نفسها عابل وبحق شعبه وبحق شعبه ما ننسى أنه بمرحلة كان تلفزيون لبنان هو الرائد جمالية الحياة تعيث لبنان كانت داخل استوديو تلفزيون لبنان يعملوا أهم الإنتاجات بستوديو والمعظم نجوم العالم العربي انطلقتهم بالستينات والسبعينات والثمانينات إن كان من مصر أو من سوريا كانت من تلفزيون لبنان هني بس يعطوا وصل لمرحلة تلفزيون لبنان كان رقم صعب يعني آخر عمل عمله يمكن اسمه هلا صعب قبله كان في النساء في العاصفة كان أول عمل لا إلي أنا بتلفزيون لبنان ما بدنا ننسى هذا التاريخ وأيام الاستوديوات والجميلة بس هني يعطوا يعني يعطوا تلفزيون لبنان كانوا يبنوا دا كوريت فخمي من داخل استوديو ببعا استوديوات كنا تفوت انت تاخد كل الاستوديو بقلب الاستوديو هذا شيء جميل تبه وإذا بدك تحكي كتصوير أسرع وأريح للممثل أريح للممثل بدل ما أنا أطرق مشوار عطرابلوس الشكل منتجي تتكلف علي عطرابلوس كذا أو على شبير أو عجنوب أو المكان بالضبط إنه بتلفزيون لبنان والخارجي معروف كنا نصوره خارجي بشكل طبيعي أنا بقول بدا ترجع يعني إلا ما تجي يجوا أشخاص مسؤولين يتبوقوا المسؤولية ويعيدوا هذا المجد اللي ما هيقدر حدا أنه يلغي أو يكنسلوا هلأ بتواصلوا أنا مع النقابتين بلبنان الثانية هم بأكدوا أنه عم يسعوا لا يعملوا لا يروجوا عجلة الدراما اللبنانية لأن أستاذ حسن أنت بتعرف إداش فيه ممثلين لبنانيين إلن أربع خمس سنين قاعدين لا شغلي ولا عملي للأسف ممكن بمرحلة من الحياة تكون أنا منهم ممكن غيري من النجوم بشو حماية حيلك بأدئي عندك يمكن صوتك كمان بالدبلاج بدايات حياتي أصلا ما كانت دراما كانت دبلاج أنا خلصت مع هاد الفنون رحت على عالم الدبلاج وتعبت أنا بمرحلة يمكن الناس ما بتعرف أول بدايتي بالجمع أنا كنت ألدغ بحرف السين فهذا كان عمل لي ببداياتي كان حيعمل لي عائق يعني حرف السين والدبلج الظابط حرف السين مش بس حرف باللغة العربية أو بالمفهوم اللبضي هي أحرف لثوية التي تخرج من اللثة هي السين والصاد والزين عرفت كيف فرحت اشتغلت عليهم ادربت لحتى شلتهم وبعدين الحمد لله صار إلي اسم ولا أزال يعني موهبتك واضحة وضوح الشامس إدي كرهوك بمسلسل على أمل وإدي بس شوفهم يعني على الطريق ما فيني خبرك شو أنهم بينقزوا منك بيضحكو لك بيحلوا بالناس بيزقفو لك بيعيطوا عليك شو بيعملوا فيه بصدق هايدي حالات كتير صارت معي يعني الناس بتشوفك بتضحك لك ليش هم تعمل معنا هيك معنا يعني النسواني بتشوفك أنا معك اللي قال أنا ما عملت شيء لك الفكرة لواني لك لواني الفكرة عند الناس أنه أنت عم تعمل مش بس ببيتك أو بمرتك أنت عم تعمل بكل امرأة أو بكل إذا بدك عنصر نسائي كأنك أنت عم تأذي مثلا بنتك أو مرتك أو حدا كأنك عم تأذي كل نسوان العالم وهيدا شي جميل إن الناس تعرف وتفصل بين أنك أنت ممثل عم تقدي شخصية صح عم تتأثر فيك بس عم تقول لك أنك أنت فعلا وهيدا الحمدلله يعني نعم من الله إنك ممثل بارع قديت الشخصية خليتنا حتى الناس اللي هني من لحمك ودمك صدقني كرهوك كان ينقذوا منك قليدك بتخذك معتلي مرة بتقلي خالوا ما تخليني شوفك إذا شبتك بدي أضربك تقبلوك قليدك تقبلوك زوجتك تقبلتك قليد إخواتك تقبلوك أعمل لك شو الموضوع يعني بيعرفوا خالهم أو عمهم أو بيهم أو زوجة لأنهم بيعرفوني إنه ليش هيك ما هي هيدا الشخصية مكتوبة وهيدا ليك حلوة حلو الناس حبيتها استفزتك إنك تفزتك فيها شغل فيها شي مش منك يعني أنت الممثل هو ضواق بالنهي أنت لما بتجي أنت مثلا تنعطي هلأ أندري يجي برنامج تقديم عادة أنت معود على نمطية معينة بيجيك برنامج تقديم مختلف صح تتركه وبتفل ولا بتفوت بتاخد تحدي إذا بتحدى إيه في تحدي إذا شخصية تحدي ولكنك عارف إمكاناتك وطاقاتك بتفوت في تحدي وتبدع فيه بتنسل الناس أندريل اللي تعودت عليك أول مرة مش شوفك كيف مش معودين عليك عرفت كيف هيدا دليل شوف أنت أول مرة بتطلب بها الشخصية لأ أنا عندي غرام بها الحدة بها الحدة أنا بحب الأدوار الشر أدوار الشر فيها هيك ميزيجية وأريحية عالية مين خلف جوزيف نانو وميشيل تيبت بأدوار الشر قديش بضلك تتذكروا قديش بتحبهم قديش بعنولك قديش بتشتقلهم بس تشوفوا لو جوزيف نانو تتعاوز لك هو بأصواته نحنا كنا نخاف من شرشبين تتذكر لأ عم بقلك تخيل بس قديش أنت لما بتشوفه بتوقف قدام بتشوفها الهالة العملاق حتى في بمحلات التانية عبد الرحمن الرشي بسوريا مثلا بمصر محمود المليجي الله يرحمه مية بالمية بعد الناس مع أنه ما كانوا هني ما كانوا أبطال أول ما كانوا أبطال أول بس كانوا بأي مسلسل بس يكونوا موجودين فيه يكونوا هني يدوروا نقطة النظر والمتابعة والشغف بالحضور كيف كان كم كاف درابط كم أتلق درابط بهالعمل صدقا إذا بقلك هاي من أسرار العمل ولا حد أكل ولا كاف ولا حدا أكل ضربي وحدي قديش عندك تقنية نحنا قالنا ألعين هالولاد صغار بين إيديك هي عظمة المسلسل أنه أنت وصلت الرسالة والناس تأثرت وفكرت صدقا أنك أنت عم تضرب وأنت عم تأذى وأنت كذا ما زمت هايك شي شكام بالغلاء والله مبلا مع بنتي فرح ماريلين بمشد هو إياس وأنا يعني عملنا بروفا مع المخرج مرة وتنتين فأنا وبدأ أسفق الكاف هي على الأداء يمكن قربت لحظة هيك أنجا أصبعي حرام لبس من خارة بس يعني توجعت شوي والله عليك على الكاف أكيد أقربت كيف فالأ الموضوع الموضوع أنه لما رجعنا عم نعيد اللقطة من زاوية تالية إيش دقات لي الله خليك ما تضرب لأ قلت لأ عوزو بالله كيف بدي أضربك بس أنت حافظي على المساكل ما تقربي لأنه بالنهاية أنت بتكون مركز بالكنترول حركة إيدك تقدر تحافظ عليها فأنت بدك تكون عندك الكنترول لأنه إذا أنا عم بتضرب هاك بده يضلوا مثلا بس إذا أنا عملت هاك صارت قوت المدى يعني صار المدى أعلى ممكن إذا أنت رأسك هون بده أكيد يجي وأنا مع اللي عمله أستاذ رامي هو أصلا أستاذ رامي مش مع الضرب الحقيقي بالمسلسل والممثلين كلهم جميعا يعني إن كان الضارب والمضروب ممتازين قديش لازم يكون الممثل شاطر حتى يقدم كاركتير ما بيشبهو وينجح فيه هاي دي توفيقة أول شي بدي يكون هو عنده لتلك كل الطاقات وإمكانيات وبده يدرس الشخصية صح وما بدي يكون فيها أوفر يعني الحلو بالمسلسل إنه خاصة إذا بدنا نحكي لأنه أنا وعمار شلق رح نحكي عن تحياته عمار شلق هالصنائي للرهي الحمد لله ركبت كيميا جميلة أصلا هو صديق عمر يعني ومن أيام الجامعة نحن معرفين ف خلقنا كاركتران شخصيتان هني إذا بدك سلسلة متصلة ببعض لأنه أولاد عم شاربين من نفس الفكر نفس الأصول نفس العداد بس هو كاركتر شيء وأنا كاركتر آخر بس نيناتنا عم الصب يعني إذا بدك وجهين لعملة واحدة هذا هو التعبير الصحيح صنقيتك أنت عمار شلق على صيرة عمار شلق دايك كانت مهمة وداي مهمة يكون قدام لممثل ممثل شاطر تتنينتهم يكون في مبارزة إذا بدك إيجابية لصالح الشخصيات ولصالح العمل بالنتيجة هذا لأنه ما في يعني لك بس تشتغل مع زملاء وعم نشتغل نحن بحب نحن كلنا أسرة صدقا خلال التصوير كانت أجواءنا عائلية جميلة جدا لأنه نحن قضينا تقريبا شفنا فيديوهات وستوريز ما فيني خبرك ضحك والمزح والتنشي المشهد بيكون بك بس كات أبلك ضحك 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 كات أوكي أكشن فتنا بالمود وهيدي إمكانيات عالية تقدر أنت بغري تمسك الكاركتر ترجع وتفوت بالجو ومرة أنا بتذكر زملتنا وحبيبة القلب ماجي نجمي ماجي حقيقة هي نجمي صدقتنا فماجي مرة كنا عم نصور لأول مرة بتلتقي فينا يعني كان كل شغل ضيعة بعيد عن شخصية يصار كانت هي بالمدينة وأنتم بتضيع بالزبط فلما منلتقي بالمستشفى في المشهد اللي نحنا فيتين فيه وهي بتكون جاي بتشوفنا وبتتخبى مننا ما بنسى أبدا إجت ماجي قاتلي عن جد لما شفتكن كيف فيتين أنتو فوتتكن تزرع الرعب قديش أنتو حسستوني أنا مع أنه أنا بعرفكن وأنتو عشرت عمر مع بعض ونحن زملاء ومنلتقى كتير بس قديش خليتوني اطلع شوف أنه فيه رعب جاية بهال بهالكوليدور الماشيين فيه يخرب زوءكم شو خوفتوني عرفتي كيف وهي بنمنا بهالقد وإنت وعمار مش كنت أنا وعمار جبتي طول ألي متري طلال الجردي لك من لرباعي فيت يعني عرفت كيف إليك تحية من كتار زملاء صحفيين وعم يسمعونا كلهم بسلموا عليك زملتنا نسرين شرواني بتقول تحية لعقيل وممثل للأدير حسن حمدان كلي هناك بقوة وهذا دليل نجاح هذه زملتنا الصحفية نسرين شرواني بتقول لك هذا الحكي مرسيلا إلي وهذا شي يعني عن جد يعني وسام أنا بنبسط لما بتكون أنت قديت شخصية صح والناس بتقدر أنك أنت الممثل قديت هذه الشخصية أستاذ حسن حمدان طيب قوة الشخصية اللي بيلعبها الممثل تتبين وتتبرز وتتلمع ترجع للنص ترجع للمخرج أو لشطارة الممثل ومهورك تكامن يعني حد تات عناصر تراتبيا بالزبط مين أول تاني ثالث أساسي قبل الممثل قبل الممثل قلق جيب نص قوي وجيب ممثل ضعيف بيفشن النص جيب نص ضعيف وممثل قوي شو بيرفع النص ولو النص ضعيف لو النص ضعيف يعني الممثل هو لا الممثل الممثل عم نحكي مش فيه فرق يعني إذا أنت ممثل أبضاي وجيك نص ضعيف لأنك ما بتقبل تكون ضعيف بمستوى النص بترفع النص لعندك بس إذا النص قوي وإنت عم تقديه صح عرفت كيف بترتفع أنت والنص مع بعض نعم بتطلعوا مع بعض التاتش الفينال هو لعبة المخرج بالكادر طبعه بتتوصل الفكرة والأستاذ رامي عنده أسلوب الكاميرا الحقيقية إذا بدك الريل تيفي إنت لاحظ كنا بكادر واحد إذا كنا سبع ممثلين بالكاميرا يبرم الكاميرا صدقا على السبعة بتشوف أنه كأنه حركة حركة حقيقية عم بتصير ببيتك كيف تصير بكاميرا واحدة كاميرا واحدة طبعا تحيل الكبرى كمان لبشير الحج دي أو بي حبيبي شو يعني نرجع إذا نص مخرج ممثل تاني شي المخرج تالت شي الممثل لا لحقلك لي لأنه كمان إنه لاش تاني شي المخرج لأنه العين اللي عم بتشوف الكاميرا هي عين المخرج هل عم بوصل النص صح لما هولي عنصران قواية وإيجاك ممثل قوي والمخرج لأنه هو المدير الذي يدير الممثل مش الممثل الذي يدير المخرج عرفت كيف يعني لما بيجي المخرج بيديرك كممثل صح وبيساعدك حتى أنك كيف عنا إدارة ممثل هو يفترض يكون فيه بس فعليا فيه معظم المخرج اللي أنا اشتغلت معهم أكيد بيعرفوا بإدارة الممثل طبعا بدلوك صح يعني ما بدي أقول أسماء بس بشكل عام معظم اللي اشتغلت معهم كانوا يعني كممثلين يعطوا ملاحظات للممثلين أستاذ حسن حمدان أنت زوج وبي عندك صابي وبنتين الله خلي لكني وتفرح فيهم وتجوزهم يعطينا عمر أول شيء بس فيما لو فيما لو إيجيك صهر مثل عقيل بتصدق أو لا أكيد لا وأنا ممكن مستحيل بقتله يعني أنا من هلأ أي واحد بيفكر ببنت من بناتك ما في نسخة من عقيل يجي لعنا على البيت مستحيل أول شيء أنا مش مثل عقيل أنا أنت حدا كتير كونترير عكس تماما أولادي ما بدربهم يعني أنا لا أحب الضرب ولا العنف أي أصاص لازم يكون في موجود في مكان ما المرأة بالنسبة لإلي أعظم بخلق الله تخيل حياة بلا مرأة يعني مثل مثل الأرض بلا مي إذا بدنا نحكي بالموضوع فلا أكيد المرأة هي هي الأم هي الأخت هي البنت هي الأساس الحياة هي المربي يعني نحن مين ربانا يعني بي كان بالشغل 24 ساعة أم أم قاعد معي أم اللي ربتني يعني أساس تعرف أنت أنت لاحظ بقوله ابن بات بنت بات مين بالمية عرفت كيف؟ هذا تعبير البات هو الأمر هو الأصل هو اللب هذا اللب هو المرأة صار فيه إذا بدك ظروف بالتصوير ما بد بدي ضل معك ما بدش أرجع بعدين على العمل بس لأنه عم تحكي شير همه عبالي كافي معك فيه إدي إدي عنا في لبنان بيئة يعني برغم من كل هذا الانفتاح اللي عم بيصير وهذا التطور اللي عم بيصير هو مش تطور يعني أنا بدي وقف معك أنه هو مش تطور هو شو؟ هو ظاهرة مش طبيعية جزء كبير مننا يعني اللي عم شوفها على السوش والميديا مش مش طبيعية في رقابة حضرتك بترقب أولادك طبعا طبعا في خدود معي اللي عم نسمع ممنوع هلا بنتي أنا عمري 15 سنة ممنوع يكون عندها قناة على لعب تيك توك ولا على أي شيء فيها تعمل فيسبوك فيها تعمل انستجرام عرفت كيف عليه أنا هلا عم بشتغل بنتي بنتي رسامي عمري 15 سنة بس رسامي بمعنى يبترسم animation فهلا بدي عم بعملها عم بأسس لقناة تيوب لإلى باسمها مشين تعمل أعمالها على التليفون اللي هنهير ما شاء الله عليها بتعمل كارتون ولحنزل لياهم باسمها بس طبعا ممنوع أنا هايدي الشغلات انه تصوري لحالك وتعرضي حالك اللي عم بيصير مع الولاد هون الحق عمين يعني وين نقطة اللي صار مع حق على الأهل هاو دي هاو دي هاو دي هاو دي ولم أنا هلا بدي أنا هلا لا بيلاعظوا الأهل بدي لك كلمة ما بيلاعظوا تغير ما بيتصرقوا ليه مش بس تغير ما مش بس تغير ما يعني هلا أنا ابني بدي أخده عند حلاء أو مرتي بدأ تاخد ابني عند حلاء بتاخده بتحطه بتفن ولا بتكتلك قادي معه خلص حلاء بياخده على البيت ولو بتعرفوا للحلاء ولو كان خي فردا هلا لأنه هي عن الحلاءين طلا ايه فيش بس في حلاءين طبعا مش الكل نحنا ما عم نخوز نحنا ما عم نخوز هي مشكلتك لكن مثل شو جميل أمثالنا والله العظيم جميل جدا بيقلك تفاحة فيزة بتنزع السحارة أو الصندوق كله مظبوط شي لتفاحة الفزة بتفاحة طيب مية بالمية عرفت كيف مية بالمية نحنا مشكلتنا بالدولة مقصرة بهذا الموضوع أنا يمكن تتفاجأ مني هاي أول مرة أنا إنسان مع قانون الاعدام أنا كمان مع قانون قطع اليد للسراء أنا كمان وعلنا على المحطات عنا ما شاء الله تلفزيونيتنا قاوة تلفزيونيت بالعالم العربي اللي بيقتل محل ما عمل جريمته قتل هالمظلوم جيبوه وقتلوه بنفس السلاح بنفس الطريقة عملوها بس جربوها انتو أسبوع بص ايد بصري بتخانق معك بعمل ايدي ورا ظهري وبتخانق معك ما بيسترجم ايدا عليك عايب حسن طول ما عنا الامن طول ما عنا الامن هاش وهيدي عم بيحكيها لوزير الداخلية ولوزير ولقائد الدرك ولكل القوى الامنية في لبنان طول ما الامن هاش بدنا اللي عم نتعرض له لحنا نتعرض له أكتر لحنا نتعرض له أكتر لحنا نسلم بعض خبريات أكبر طبعا طبعا صار عندك هاجز انه تسليله من لبنان أكيد بس عم بتشوف اللي برا صار برا أخطر من هلا بقصة الجندر وما الجندر وكذا ايه داخل كلمودة جديدة يعني يعني اذا عابله نكونوا في ساعة قالوا ويجاب رك على المر قالوا الأمر منه بقصار عابله اذا الولد عابله يعيش بكبسينة أو كلب ممنوع ممنوع تتعطى معه في مسرحية بحبة انه عايب عن جات عايب طبعا انه تخيل في مسرحية حلو كتير اسمه الرجل الذي صار كلبا ناس هو اسم هي مسرحية عالمية هلا بذكر زرداشت صار كلبا لا الرجل الذي صار كلبا هو واحد ما عم بلاقي شغال عنده عائلة كذا مدرشو بيقرأ بجريدي انه مطلوب كلب للحراسة ايه فبروح بيعمل كلب كتير حلو القصة من أجمل مسرحيات اللي ممكن تقرأها بحياتك عرفت كيف بس انك تجي انت أنا متى هلا ابني قال جاء انه هو شايف حاله مش إنسان كلب بدي يصور يعيش حياة كلب أو بسينة لا بقت له بقت له أفضل بصدر قام بحكي ممكن هوني بدي أخد فكرة عقيل بهالموضوع إنه انت إنسان طبيعي ليش بدك تروح تعمل حيواني أوكي جيب حيواني ربي رأس ماله والله أنا كنت أنا ضد إذا بدك تضح حط حيوانيات بالبيت أنا ضد الحيوانيات بالبيت بس إنه بالنهاية ولادي مصرين جيبت له نبسينة قلت له بس ما بتقرب علي وهي بتعرف يعني هلا بتطلع بعيوني بتقلي بتقلي أنت ما بدك تقرب علي بقلي أنا مظبوط روحي يعني في مكان ما بكل حدا مننا في عقيل نايم مش عقيل بيوعى بلحظات معينة مش ضروري يكون عقيل ولا ضروري يكون إله علاقة إنه مش شريب بالنهاية بس في أمور ما فيك تمرئها يعني غير قابل لأنه منا إنسانية نحنا بالنهاية إنسان نحنا اللي عم نستعاله نكون بهذه الحياة إنه إنسانيين مع بعضنا الأمور الغير إنسانية ما فيك تتعامل معها بإنسانية بدك تسمح لي يعني عايب هاي دي منا هاي دي منا تاخد حقك بإيدك هاي دي مزا إذا اقتضى الأمر تاخد حقك بإيدك طبعا رأس مالة أنا بحبسه مش ضروري قتله بحبسه يعني حطه بيقوته أنا بخدمه ببده إيه بعمله إيه بس إنه أنا شوف مثلا بالحياة الطبيعية قاعد أنا وإياك قالو مارق واحد جار الكلب يطلع ابني في عقل بشري بيتقبلها وممنوع تتعطى معهم بحطولهم أطباء نفسيين إنه إنت عم تزعجهم هني بدوا نعيش وهيك المعلمي والإسفلين بالمدرسة شو هالكذب مجبورين يتعيهلوا معنا هاي دي مصهر هاي دا صدقني صدقني هاي دا منهج منهج ممنهج لضرب الإنسانية لضرب الأديان لضرب الخالق لضرب المخلوق إنك إنت يقولولك إنه كل شي مباح لا مش كل شي مباح عم نروح على الإلحاد أكتر صرنا أو على الاتعاد عن الدين طبعا يا محلى الإلحاد يا زالة حتى في وقت حر يعيش حياته مثل مبادو طبعا الحرية الشخصية عندما تمس الإنسانية بتبطي الحرية والسلوكيات الإنسانية بتبطي الحرية طبعا تاني أرجع للتمثيل لأنه الحديث معك يطول عالبي أكتر من متشعب صار في إنتقادات كتير لأعمال من خلال إلى أنكم وحكينا فيها كتر مرة لأنه فرجاته كأنه الحجاب يدل على الطايف معينة على أنه يعني هيك حصرتوها بطايفة معينة ووجهها معينة وهو بالحقيقة لا لأنه كان كمان بالمسلسل في ناس غير محجبات بالزبط كمان كانوا معنا في بالزبط لح أعطيك صورة أول شيء يمكن مقتضيات المسلسل أو الفكرة أو القصة يعني طلبة أو جبه أجبرت الكاتبينة دين أنه تتعامل معها الضيعة وهي ضيعة الحلم بها القرية هاي العائشة وبالهجة مش معروفة لاش مالية لاجنوبية لاجنوبية كان مقصود كان مقصود هذا الشيء ما بيعرفوا الناس كان الطرف كان مقصود وحتى كل الزمالات زمالات اللي كان محجبات ولا واحدة كان حجابة مثل التاني لأنه نحن بنعرف فيه أو شيعي أو سني أبدا 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 ما إلي علاقة بهالموضوع حتى في محلات مقتضي يعني تقتضي شيئا ما حتى الرجل الدين ما كان يرمز إلى طائف معين ما كان يلبس تياب الطائف المعين لاك بي كان بالعمي ولا بغير عمي ولا بشيء هاي دي كانت مفروغ منا اثنين اللي قالته ندين يعني الناس كلها بالبداية قالت أنه عم تعنفوا المحجبات ومالمحجبات إيجيت ندين بالآخر لاك لاك هالمواقف قديش قوية أم ويسار لما عرفت أنها عم تشرب ضربتها كاف حتى الأم قالت لها وقفت صالة وعم تشربها ضربتها كاف غضبت عليها فلت صورة رائعة صورة عكسة كاللي اللي كانوا عم بفكروا فيه الناس والعالم اثنين ماتت الأم على المصلية انقتلت البنت ماتت الأم على المصلية صورة أقوى الأجمل خلص المسلسل رجعت الملاك وفرح لبعض فرح ضلت سبور ملاك ضلت محجب ويسار رجعت لسهاد عادي لأنه هي ويسار اعترفت قدام العالم كلها أنه حتى أنا باللي صار معي رحت للتطرف صرت متطرفة من غير ما حس صرت متعصبة من غير ما حس هي الحياة مش تعصب تكتر قالوا أستاذ حسن لأنه شخصيتها شخصيت العقيل اللي قدمتها شخصية اللي قدمها عمار شلق كان لازم تكون نهايتهم مش دغري عمار دغري انقتل انقتل وانت انحبست كان لازم تتعذب انت تشوف العذاب اللي عملتو كنت انت تغيير النهاية تحديدا على هذي الشخصيتين أنا اللي عرفت انه ولا هيك انف كانت هي القاتل بده يقتل بشكل طبيعي القاتل بده يقتل بالنهاية عقيل ما قتل يعني عقيل حتى في محلات بيان عقيل انه انساني يعني بمحله مع اخته لمواجه هو واخته للعبة شخصية ضحلة لعبتها زميلي كارول يعني تحية طبعا طبعا تحية كبيرة لقيل ما اهضم هي وقلسة مش طبيعيات يعني شوف لك هذي شو مهضوم اديوا لأنا وعم مرشلة كنا سيف وعقيل بشكل عام إليمتري وسيرينا يعني كانت سنائيات جميلة حتى اديوا اللي لعبتوا ضحى مع طلال جرد اللي هو خير رباح لك شو الفكرة فهي لما اجت بالموضوع جيت انت عم تحكي ان احنا ما عم نقول اول شي بدنا الناس تعرف انه عقيل وصف هني مش مجرمين هني ضحية تربية وقيود على عادات معينة بالنسبة لانهم صح لانه بالنهاية كانوا هني زعيمين بالضيعة كان اهل الضيعة كلهم يحسبوا حسابهم ويقدروهم ويعيموهم وكلمتهم ما تصير اتنين بتضيعة صح كيف الفكرة فهني ضحية اذا بدك منشأ خطأ بده يقص الى نتيجة خطأ النتيجة الطبيعية لشخصية سيف بده ينقتل غير هيك ما بيش في غليل للمشاهد يعني لو ما عملت هيك نادين كانت النسحة تقول لا كأنك انت عم بتقول هي نادين هلا اذا بدك اضافة لازم يمكن ما حدا اضاء عليها عم بتقول نادين انه لازم يلقاتل انقتل بلبنان هيدا لازم يصير في قانون القاتل انقتل لحتى توقف هيدا الفلتان خي انت ماشي بطريقك بيجي واحد لانه تجاوزت عنه بيقتلك بينهيلك حياتك عندك عائلة طويلة عريضة بس مشان موقف سيارة مشان شو هالصخافي هاي شو هالقلة الفهم فعلا شو هالحكي هيدا مين مكان صار بيحمل اسلاح ولك موتسيك ما بتسترجع المشكل موتسيك اللي مفيك تحكي معه اي اذا دربك حدا بسيارتك تقول له عراسي عراسي حبيبي شو بدك بخدمتك هو الحق عليه مية بالمية بس لانه حاطت اسلاح على جنبه بيحمل عامة القصة تانية ولا بتعتبر انه خلص جزء تاني لاي ما بيحمل انتهت قصته انا بحس انه لاي ما في شي ما بيحمل يعني بالدراما دايما في خلق في خطوط جديدة ممكن تفتحها بتاخدك على محلات اجمل بس الموضوع انا شخصيا انا مش مع جزء تاني وثالث انا مع قصة جديدة ولو شبيهة بس قصة جديدة ونفس الشخصيات يمكن بس بغير الفريق الناجح انا برأيي بس تشوف فريق ناجح كفي فتبول فريق الفتبول 11 لاعب بس تلاقي 11 لاعب متجنسين بتخليهم غاب المخرج عفوا المدرب بيكون غاب المدرب اذا غيرهم عم بيعطوك نتائج بطولات يعني عم بيعطوك ما بغيرهم عرف كيف الفكرة لكن ظروف التصوير صعبة يعني عم نحكي عن مناطق جبلية بعيدة ما تنسل برد والتلج والهوى والعواصف ليك كتير صعبة بس تحية كبيرة لشركة ايجل ما حسستنا بس تشوف النتيجة بتنسل طبعا بس ما حسستنا ابدا يعني شو بدي خبرك سخروا كل شي حقيقة سؤال هيك اخير ما بعرف هل بتعتبر انه الدراما العربية المشتركة بقولها متل ما هي عتلت الدراما اللبنانية المحلية ما بعرف اذا هذا منهج بس هي لا ما حدا بيقدر يقتل حدا ولا حدا بيقدر يلغي حدا ولا حدا بيقدر يمحي حدا من الحياة بس ممكن في محلات بتصير ركود او خمود متل ما بقول ومتل كسوف الشمس بيبقى جزئة لابد للليل ان ينجلي ولا بد للقيدي ان ينكسر ينكسر ما هالكريم الحلو انا بدي انهي لقائي معك استيس حسن حمدين انا تشرفت اول مرة بالتعرف فيك انا تشرفت كتير تشرفت بهذا اللقاء شوقتنا وجبارتنا نحضرك كل شهر رمضان يعطيك العافية احنا بانتظارك بان شاء الله عمالي في شيء على الطريق ولا استير شاء الله كنت ممثل بارع لفت الأنظار بإيدائك وتمثيرك يعطيك ألف عافية شكرا للك ولهال ازعى الكريمة اللي انا بحبها وتاريخ صوت لبنان تاريخ وسيبقى صوت لبنان صوتا عاليا صوت الحرية والكرامة ان شاء الله لهون بنصل لختام الحكي فن عبر هو الصوت لبنان مني أنا عدري داغر وكل فريق العمل أطيب الأمنية حتى نلتق من جديد ونظلوا بخير